مشكلة ملاش حلو والله العظيم. يعني اليوم بيدقف مفيش. هب تصحى من النوم تاكل لقمة تمسك التليفون تنام تاني تصحى تاني يوم تاكل تشرب تنام واليوم بيروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا محمد عبدالعزيز والنهاردة هنتكلم عن الانتاجية. 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 الانتاج. تععد في البيت. تاخد كورسات online. learn how to learn. presentation skills. كورسيرا. ليندا. يودمي. كلها حاجات ويلا وتعلم. وخش. ودوس. ده وقتك. انت ده وقت يعت في البيت. وراك ايه? ايه يعني? ايه يعني عادت من الكلية يعني? ايه يعني عادت من الشغل? اهد يا حبيبي اشتغل على نفسك. اسبوعين. يلا نيجي على نفسنا. ده الكلام اللي اغلبنا كله بيصنعه كل يوم تقريبا من اهله او من صحابه او من الناس عالبوستس عالفيسبوك. بس هل الكلام ده حقيقي فعلا? الاجابة لأ. الحمسات ما عادنا في البيت والانتاجية بتاعتنا كلنا بيدا استثناء بتقل. ودي زائرة طبيعية جدا. انت زي ما بتنزل كل يوم الكليات والمحاضرات والشغل. زي ما بتدي في الحاجات دي مجهود وطاقة كبيرة. انت بتاخد منها طاقة بتعملك زي اكتيفاشن. بتنشطك ان انت تشتغل وتعمل اكتر. مرهق طول النهار فبترجع تقعد في البيت بالليل وتعمل اي حاجة. تنام تسحى تاني يوم. اليوم العادي ده كان نعنى. كلوقتي بقينا في امر واقع وبقينا عادين في البيت خلاص باص بنا عننا. طيب نعمل ايه? مبدئيا كده لازم تبتدي تعمل شوية حاجات هقول لك عليها في الفيديو ده علشان تحسن من انتاجيتك مش هقول لك تعليها ياوي بس هتبقى احسن ما تبقى عند زيرو. تبقى اعلى شوية. اول حاجة لازم تعملها ان انت تعمل اول ما تسحن النوم. يعني تبتدي تكتب بكل الحاجات اللي انت عايز تعملها في اليوم ده. حتى لو الحاجات دي بانت تفى. حتى لو انت هتحضر طبق صارت على الغدى النهاردة اكتب ده. الموضوع ده هيحسك ان انت بتعمل حاجة. ما بتخلص حاجة او تنجس حاجة. بيجي لك احساس من السعادة كده. حتى ولو داهم لوقته صغير. فانت الاحساس ده مهم للانسان عمتا. فهيفرق معك جدا في اليوم. وهيحسك ان اليوم ما بيضعش على الفاضي. تاني حاجة تقدر تعملها برضو اليومين دول. انك تبتدي تبني عادة جديدة. لو انت شخص نفسك تبتدي تعمل فيديوز مسلا بتدي يصور من دلوقتي. فوراك حاجة انت مش بتنتج فيها بالشكل الكبير. فلما هتعمل حاجة جديدة عليك او حاجة انت حاببها. فده هيساعدك انك تنجس في الحاجات اللي هي عليك قراتي. ده ممكن لو انت مش بتلعب رياضة تبتدي تلتزم وتعمل لنفسك نظام رياضي كده كل يوم تمرين معين تنزل تجري. مش بشجع على النزول تماما. بس انت ممكن تنزل حتى تجري في الشارع بتاعك. مش لازم تروح مكان عام. مش لازم تجري على البحر او تجري على النيل. مش لازم خالص. ودي حاجة ان الحاجات اللي اجربتها شخصيا بصراحة. يعني انا جربت فكرة الجاي. انا بقالي حوالي اه خمس او ست ايام بجري كل يوم. ما فيقولتش غري يوم واحد بس في النص. الجاري ده بصراحة حاجة فديتني جدا. باجي منه مبسوط. حاس ان انا عملت حاجة في اليوم خاصة ان انا او ايا كان. حاجة من الحاجات المهمة برضو ان انت تبتدي تحسن علاقتك بربما. ايه بقى صلاتك? هل انت منتظم على الخمس صلوات? ولا بتفوت الفجر? ولا بتفوت الظهر? ولا بتفوت العصر? تبنيت حفظ على الصلاة. المساجد مقفولة بس سجدت الصلاة لسه موجودة في البيت. لان برضو من الحاجات اللي هتخلنا نتغلب على الفترة اللي احنا فيها دي. بجانب العلم هو الدين. لده لوحده ولا ده واحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع غزوة وكانوا يجي وصلوا قبل الغزوة او قبل الجهاد كانوا بيوقفوا نص الجنود حواليهم يحموهم وما بيصلوا. طب ليه مدى الرسول وده زمن معجزات ممكن ربنا قادر ان هو هيحميهم وهيبقوا شهداء وهي لاخره. بس كان لازم ياخد باسباب الدنيا. كان دروس بيعلمها لنا. نيجي بعد الاف السنين نقول الدين بتاعنا بيامورنا ان احنا ناخد باسباب الدنيا واسباب الوقاية. الى جانب الاسباب الدينية والامان بالله لان ما فيش اي حاجة حتتم بالعالم الا مشيت ربنا. وبس كده ده كان فيديو صغير النهاردة عن الانتاجية ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب لنا رأيك في الكومنتز تحت.